بسم الله الرحمن الرحيم أكلمات ناصر للتنس الأرضي رحيكم احنا اتكلمنا اشتغلنا مع بعض في نظام المعلومات المهاردة معنا معلومة جميلة بردو علي الشبكة الشبكة بالنسبة للملعب التنس بتبقى في نص الملعب في شبكة للملعب الاولاني والملعب التنس هو ملعب واحد بس منتصر إلى ملعبين ملعب للفردي للزميلي وملعب للعيب وإن كان زوجي يبقى اثنين بردوها في المنتصر في الشبكة الشبكة في ملعب التنس الأرضي بيقسمها بديجي في مصر عبارة عن شبكة مخرمة تحتوي على العديد من الفتوحات أو الفواهات الفواهات الصغيرة وأحيانا بحيث لا تسمح الفواهات الصغيرة لا تسمح القرى بالخروج أو بالمرور منها مغلقة بالشبكة بحبل أو بسلك بيبقى فيها حبل أو سلك معدني كتره حوالي 8 ملي 8 ملي سنتيمتر وفي العادة يكون فيه خط عريض خط عريض من القماش تقريبا 5 سنتيمتر بطول الشبكة كلها من الخط الموجود في الشبكة من اللون الأبيض عرضه حوالي 5 سنتيمتر ويحدها من الأسفل شريط زولون أبيض برضو بالنسبة لأسفل الشبكة على الخط الطوير ومن القماش الأبيض برضو تقريبا 5 سنتيمتر ومثبتة على عمودين العمودين دول موجودين في طرفي الملعب الاتفاع الشبكة 91 سنتيمتر واربع من العشرة تبقى الاتحاد الداولي التنس هو اللي يقول الشبكة تقريبا 1 نص بحوالي 91 سنتيمتر طول الشبكة 91 سنتيمتر وتقريبا 1 نص أو 4 من عشرة شكراً شكراً